من جانبها أشرت صحيفة العربي الحديث إلى أن تمويل الدوحة لتسليم أسلحة الميشية حزب الله يعرض القوات الأمريكية في قطر والتي يبلغ عددها عشرة ألاف فرد يعرضهم للخطر وأضافت الصحيفة أن مقاولة أمنيا خاص هو جيسون جي اخترق أعمال شراء الأسلحة في قطر حيث أكد أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية سمح بتسليم العتاد العسكري لحزب الله وأشار تقرير صحيفة العربي الحديث إلى أن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي سفير قطر لدى بلجيكا وحلف النيتو سعى لدفع 750 ألف يورو للجيسون لإخفاء هذا الملف